فضيلة الشيخ نبدأ هذا اللقاء بتفسير الآيات الكريمات في قول الحق تبارك وتعالى وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكذ ونزلناه تنزيل قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين في هذه الآيات الكريمات من آخر سورة الإسراء يخبر الله سبحانه وتعالى عن القرآن أن الله أنزله بالحق والحق ضد الباطل فالقرآن جاء بالحق فهو حق في جميع ما جاء به من تشريعات وأحكام ومن أخبار ومن عظاة ومن قصص ومن أمثال فهو حق كله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد وبالحق نزل فالحق ملازم للقرآن لا ينفك عنه لأنه كلام الله سبحانه وتعالى نزل على من؟ على محمد صلى الله عليه وسلم وبلغه محمد صلى الله عليه وسلم لأمته وحمله عنه وأصحابه وأولو العلم من بعدهم ثم قال جل وعلا مثبتا لما أثبت أن القرآن نازل من عند الله وأنه كلام الله ليس مخلوقا أخبر سبحانه وتعالى عن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم فقال وما أرسلناك أيها الرسول إلا مبشرا لأهل الإيمان بالجنة ونذيرا لأهل الكفر بالنار لمن أراد الله له أن يتوب من كفره وأما من أصر على كفره فإنه مبشر بالنار مبشرا ونذيرا ثم وصف القرآن في قوله وقرآنا فرقناه أي أنزلناه منجما متتابعا مرتلا فرقناه ثم بيّن الحكمة من كونه لم ينزل جملة واحدة وإنما نزل مفرقا بيّن الحكمة من ذلك فقال سبحانه وتعالى فرقناه لتقرأه على الناس على مكث يعني لتقرأه على الناس بتمهل وتبلغه للناس شيئا فشيئا لأن هذا أخف على الرسول صلى الله عليه وسلم وأخف على الأمة أنه لم يأتي جملة واحدة بأوامره ونواهيه وأحكامه وتشريعاته وإنما جاء مفرقا بحسب الوقاع والحوادث فهذه هي الحكمة من كون الله فرق القرآن ليقرأه الرسول على أمته على مكث ثم قال ونزلناه تنزيل وقرآن فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيل هذا تعكيد لما سبق في أول الآية وبالحق أنزلناه وبالحق نزل أن القرآن منزل من عند الله سبحانه وتعالى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد وما تنزلت به الشياطين وما ينبغيه لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون أي مبعدون عن الوحي وعن القرآن ثم إنه جل وعلا خاطب خاطب الناس فقال قل آمنوا به قل أيها الرسول للناس آمنوا به أو لا تؤمنوا هذا من باب التهديد لا من باب التخيير كما يقوله من يدعي حرية الاعتقاد اليوم فالله جل وعلا أوجب أوجب على الأمة كلها الإيمان بهذا القرآن من كفر ولو بحرف منه أو آية أو سورة فإنه كافر بالله عز وجل آمنوا به أو لا تؤمنوا آل تهديد كما في قوله تعالى وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا فهذا من باب التهديد والوعيد ثم بيّن سبحانه أن أهل العلم من الأمم السابقة من اليهود والنصارى يشهدون بأن هذا القرآن هو كلام الله وأنه منزل من عند الله لأنهم يجدونه في التوراة والإنجيل أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل والشهادة شهادة العلماء وليست شهادة العوام والجهال فالعلماء من بني إسرائيل يشهدون بأن هذا القرآن أنه منزل من عند الله ولذلك يخشعون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق إن الذين أوتوا الكتاب من قبله إذا يتلى عليهم يتلى القرآن ويسمعونه يخرون للأذقان سجداً لله سبحانه وتعالى خاشعين لله يخرون للأذقان سجداً إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجداً ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعول الله وعد ببعثة هذا الرسول ووعد بإنزال هذا القرآن وقد حقق وعد الله سبحانه فبعث الله محمداً صلى الله عليه وسلم الذي يعرفونه كما يعرفون أبناءهم بصفاته عندهم ويعرفون القرآن الذي سينزل عليه لأنهم يجدون هذا مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل ويخرون للأذقان سجداً يخرون للأذقان يخضعون لله سبحانه وتعالى يسجدون بوجوههم خاضعين لله وتواضعاً لله وشكراً لله على نعمته خرون للأذقان سجداً إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجداً ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعول لا بد من وقوعه ويخرون للأذقان يبكون يبكون من خشية الله سبحانه لأن هذا القرآن يلين القلوب ويفتح المسامع لمن كان له قلب ويخرون للأذقان سجداً ويقولون سبحان ربنا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم الله جل وعلا خشوعاً فالله جل وعلا يوفقهم للخشوع لكلامه سبحانه وتعالى ويزيدهم خشوعاً فهذا فيه شهادة لهذا القرآن أنه من عند الله الله يشهد بما أنزل إليك بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيداً فلا مجال للتشكيك في هذا القرآن لأنه حق يشهد به العلماء من الأمم من اليهود والنصارى ومن كفر به فهو عن عناد لا عن جهل به نعم والله تعالى أعلم جزاكم الله خير ترجمة نانسي قنقر